سباق نالمي بين عدة جامعات لسبر أغوار متحور أوميكرون والوقوف على نقاط القوة والضعف فيه أحدث الدراسات هي ما نشره علماء من جامعة أدنبرا في سكوتلندا إذ قالوا أن خطر دخول المستشفى للمصابين بمتحور أوميكرون كان أقل بمقدار الثلثين عن المصابين بمتحور دلتا واعتمد الباحثون في أدنبرا في دراساتهم على بيانات أكثر من 23 ألف مصاب بأوميكرون وأكثر من 126 ألف مصاب بالمتحور دلتا وعلى إثر ذلك خالصوا إلى أن عدد من تطلبت حالتهم نقلهم إلى المستشفى بمتحور أوميكرون 15 شخصا مقارنة بـ 856 من المصابين بالمتحور دلتا كما أن بحثا آخر أجته الجامعة إمبريال كوليج في لندن يقول إن خطر حاجة المرضى المصابين بمتحور أوميكرون للبقاء في المستشفى أقل بنسبة تتراوح بين 40 و45% من المصابين بالمتحور دلتا يأتي البحث البريطاني بعد دراسة أجريت في جنوب أفريقيا وجدت أن احتمال دخول الأفراد المصابين بأوميكرون إلى المستشفى كانت أقل بنسبة 80% من أولئك الذين أصيبوا بمتحور آخر وفي ذات السياق العلمي أيضا يقول أحد علماء جامعة جون هوبكنز الأمريكية إن البيانات عن متحور أوميكرون تظهر أن فيروس كورونا كظاهرة اجتماعية على وشك الانتهاء ويضيف أنه ورغم سرعة الانتشار الكبيرة وزيادة قابلية العدوى إلا أن المتحور غير قاتل إذ أن حصيلة الوفيات بسببه منخفضة وفي سياق هذه الدراسات قالت شركة فايزر إن جرعة معززة من لقاحها تعمل على تحييد متحور أوميكرون وبجانب ذلك أيضا أكدت شركة الأدوية أسترازينيكا أن جرعة ثالثة من لقاحها يزيد الأجسام المضادة ضد أوميكرون بحسب دراسة أجرتها جامعة أوكسفورد